تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة واحدة من اكثر الاماكن المميزة في العالم وهي واحدة من الاماكن القليلة جدا التي تتملكها حكومة بشكل كامل اهلا بكم متابعي قناة المجلة اليوم احضرنا لكم حقائق عن دولة الامارات العربية المتحدة تميزها عن كل دول العالم المجلة قناة الابداع في عالم المعرفة يأتي الناس من كافة انحاء العالم خاصة من جنوب اسيا للعمل في دبي كونها توفر وظائف متعددة برواتب مجزية وقد ادى هذا الامر الى احصاءات منحرفة بشكل واضح بالرغم من كون عدد السكان في الامارات العربية المتحدة يبلغ الملايين الا ان عدد السكان الاصليين لا يتجاوز جزءا صغيرا من العدد الكلي وهنا حقائق عن الامارات العربية المتحدة تجعلها على قمة دول العالم عاشرا تتوجد في دبي جزيرة تطفو على سطح الماء على بقعة يابسة باهظة الثمن ومشهورة من صنع ايد البشر تاسعا يشكل العرب ما يقارب 13% فقط من عدد سكان الامارات العربية المتحدة ويشكل الوافدون من جنوب اسيا الغالبية العظمى ثامنا يضطر الاشخاص القاطنون على قمة مناطحات السحاب للانتظار دقيقتين اضافيتين قبل انهاء صيامهم خلال شهر رمضان لان الشمس تكون مشرقة لمدة اطول سابعا في دبي يمكن العثور على اجهزة الصراف الالي التي يمكن ان تمنحك سبيكة ذهب سادسا في دبي تتواجد ربع رافعات البناء التشغيلية من المجموع الكلي في العالم اي ما يعادل 30 الف رافعة وتمتلك ابو ظبي اغلبية مباني كرايسلر الموجودة في مدينة منهات الامريكية خامسا يشكل المجموع الكلي ما يقارب 9 ملايين نسمة منهم فقط مليون واربعمائة الف مواطن اصلي ويشكل البقية عمالة وافدة من اسيا على الاغلب وهم الذين قدموا ليجمعوا ثرواتهم هذا يعني ان 90 بالمئة من عدد سكان الامارات العربية المتحدة هم مغتربون رابعا في عام 1956 قرر المهندس المعماري فرانك لي لويد رايت بناء ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها ميلا فوق سطح الارض تم رفض الفكرة لكن برج خليفة اطول مبنى في العالم تم بناؤه اعتمادا على تصميم فرانك ويمتد طوله نصف ميل فوق سطح الارض ثالثا تعتبر جزيرة النخلة واحدة من اكبر الجزر في العالم التي تم صنعها على ايد بشرية ولا يوجد اي انهار في كافة مدن الامارات العربية المتحدة ثانيا اعتمادا على منسوعة جينيس يعتبر دبي مول من اكبر مولات العالم بالنسبة الى مساحته الممتدة اولا يتواجد في دبي منتزه للتزلج على الجليد واذا رغبت في شرب القحل في الامارات العربية الاسلامية فعليك الحصول على رخصة لا يتم منح اي شخص الجنسية الاماراتية بالتالي جميع الاشخاص الذين يقضون سنوات عديدة في العمل هناك يضطرون الى الرحيل في نهاية المطاف وختاما نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة ولا تنسى مشاركة الفيديو مع اصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الاخرين وان تدعمنا بالاعجاب على الفيديوهات ولمشاهدين الجدد اشترك الان كي يصلك منا جديد الفيديوهات اشتركوا في القناة